هذه آثار الرصاص الذي أطلق على الشاب محمد الشلبي في غرفة نومه هنا في بلدة سلة الحارثية غرب مدينة جنين جيش الاحتلال اقتحم هذا المنزل وأقدم على محاصرته أطلق الرصاص على محمد الذي كان في داخل غرفة النوم آثار الرصاص واضحة هنا في هذه الخزانة ودماؤه لأنه أصيب كما يقول المواطنين الفلسطينيون تم مسحها من قبل المواطنين الفلسطينيين آثار الرصاصات أيضا تتضح هنا في داخل هذه الخزانة وفي داخل غرفة النوم هذه التي حصر فيها محمد الشلبي أربعون عاما جيش الاحتلال اقتحم منزله في هذه البلدة وأقدم على عمليات تخريب لها يتضح هنا من خلال ما قام به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات تفتيش لهذا المنزل بعد اقتحامه من أكثر من جهة هكذا يخلف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عمليات الاقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين يقوم بالعبث بمحتويات هذه المنازل بهذه الطريقة عمليات تفتيش هذا المنزل هو أكثر من طابق اقتحم جيش الاحتلال من عدة زوايا هذا المنزل بمحاصرته من قبل قوات خاصة من جيش الاحتلال بعد ذلك دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى هذا الموقع يتضح هنا من هذه الصورة كذلك في الطابق السفلي أن البوابة الرئيسية انخلعت ووصلت إلى هذا الموقع بعيدا عن موقعها الجيش أقدم عند عملية اقتحام هذا المنزل بتفجير هذه البوابة الرئيسية التي وصلت إلى هنا يتضح هنا كمية التفجير التي أوصلت هذه البوابة الحديدية والتي خربتها وقسمتها إلى أكثر من جزء من موقعها إلى هذا الموقع بعد عملية التفجير هذا ما يقوم به الجيش من خلال عمليات الاقتحام من قبل القوات الخاصة قبل أن يدفع أيضا بتعزيزات العسكرية جيش الاحتلال اعتقل الشابين أحدهما محمد كان مصابا بجراح خطيرة وآخر تم نقلهما إلى جهة مجهولة فاد العصاء العربي بلدة سلة الحرثية غرب جنين